بربكم ما الذي ستجنيه السلطة واللي يستفيد منها الشعب الجزائري بانتخابات محسومة مسبقا حقيقة محسومة مسبقا أعطوني مرة انتخابات لم تكن محسومة مسبقا الرئاسية لم تحدث في تاريخ الجزائري كانت استفتاءات تعمل على الرئيس ثم جات التعددية كل مرة انقلال وحتى في الأيام الأخرى كل هذه انقلال أعطوني الانتخابات الوحيدة التي لم تكن يعني معدة سنة هي لاحدى استفتاء تقارير المصير لاحدى في مارس 1962 وانتخابات ديسمبر 1992 يعني بعد ثلاثين عام ديسمبر 1991 عفوا في ديسمبر 26 ديسمبر 1991 وتم الانقلاب عليها في 1992 بعد ثلاثين عام من استفتاء تقارير المصير فقط في تاريخ الجزائري كلها انتخابات مزورة كلها انتخابات يجري التلاعب فيها مسبقة كلها معدة سنة لذلك من الذي تريده السلطة؟ نعم من الذي تريده السلطة ومن الذي ستستفيد منها؟ بلا أدنى شك أن السلطة لن تستفيد شيئاً وفي إطار المفهوم الديمقراطي الشعب لن يستفيد شيئاً لكن السلطة تريد أن تسوق الواهم هي حتى تظهر أمام الخارج جراناً عملنا انتخابات وهما يعلموا بأن هذه الانتخابات لا أساس لها والعالم الدول الغربية كل تعلم بأن الانتخابات الجزائرية مزورة مسبقة اللي يرضو عليه العسكر خلاص يوصل للسلطة اللي يرضو عليه المخابرات واللي نائب في البردان ولا أوزية ما كانش ما كانش اللي يتولى منصب ما عندوش تحقيق أمني من طرف الأجهزة كانش ومش تحقيق أمني هل هو فاسد كانوا يصرقوا والتحقيقات الأمنية تأتيهم إيجابية لا تحقيقات أمنية أنه ممكن يكون خارج إطار النظام هذه الانتخابات في الجزائر هي فرصة لمن؟ ينهب المال العام فرصة في كرنفالات لا فائدة له بالله عليك الآن خليني من الماضي الآن رأينا في انتخابات في سبعة ديسان أسطنب ألف وآلفين وثلاثة وعشرين التواريخ الرحل تم الاتفاق مسبقا أن تبون هو المترشح حتى العسكر تم الإعداد مسبقا أن النتيجة محسومة أخلاص لصالح تبون تم الاتفاق حتى على أرانب السباق مش كلهم كان الممكن اللي يجوه يترشحوا وحدهم وهم يشوفوهم إذا شفوهم يصلحوا كأران بسباق رح يخلوهم يمروا كأران بسباق هذه هي يعني مكانش مكانش كلها كلها محسوم مسبق النظام العسكري في الجزائر لا يحدد موعد انتخابي إلا إذا فصل فيه مسبق وأنا أحكي لكم وراني كنت في الجيش كنت في الجيش ونحكي لكم في هذا السياق كنت في البطارية النارية الثالثة في بوزرها لما حدثت انتخابات 96 لنيمي زروال أو 95 المهم انتخابات زروال في منتصف التسعينات لما كان رئيس دولة وحبي يولي رئيس جمهورة الكازرنة اللي كنت فيها صندوق انتع الانتخابات فاز فيه نحن وتم تغييرها زروال وهو صندوق تحكزرنة تحكزرنة ما جابش عدد يعتدوا به من الأصوات واكتسح اكتسح كبير محفوظنا احنا وانا كنت امامي شي هذا اللي يحدث لما طلعنا وعطينا للسراتيق الداه للمكتب انتاعه الداه للمكتب انتاعه خباه غدوة لما طلعنا على النتائج اللي كتبوه القينا العكس اعطاه زوج اصوات تقريبا من احناه اعطاه صوت واحد لسعيد سعدي وعطاه كل شيء لزروال قلبوها ما كانش ما كانش انتخابات في الجزائر لذلك هم فقط يعملوا في هذه الكرنفلات انتخابات هذه القادمة محسومة وتبون هو المترشح طبع السلطة وهو الفائس الهاجس الوحيد قد يسألني سائل الآن يقول لي ما هو هاجس السلطة في هذا الأمر نقول هاركم هاجس السلطة الآن في هذه القضية هي نسبة المشاهد هاجس المقاطعة هما خايفين الآن انها تكون مقاطعة كبيرة اكثر من 2019 لانه لاحظ مسلسل المقاطعة قاطعوا في 2019 في ظل الحركة الشعبية داروا استفتاء تقرير المصير زادت المقاطعة أكثر ثم بعد ذلك داروا انتخابات برلمانية زادت المقاطعة أكثر ثم بعد ذلك داروا مجالس محلية رغم أن المجالس المحلية غالبا تكون النسبة مرتفعة كانت المقاطعة كبيرة فالآن مقبلين على رئاسيات ولا حد اهتم فيها حتى أنه مر علي أنه هذا رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات عامل حوار مع تلفزيون سبع ساعات أو ثماني ساعات ما تجوزش ملحقش مئتين مشاهدة يعني واضح الشعب ما لا يباني بهم أن ينتواصل مع الناس والناس يتواصلوا معايا ولا واحد أعطي لها قصة خلاص مقتنعين بأنه إذا راحوا لسناديق الاختراع يفوتوا على أين كان ينتخبوا على أين كان راح يطلع تبدو فقالك صوتي ما عنده حتى قيمة والعزوف الانتخابي هذا راه خطر على أمن الدولة راه خطر لكن هذوم الأحمرة أكرمكم الله الذين تسلطوا على الجزار ويفكروا بأحذيتهم العسكرية إذا فكروا لأنه حتى اللي يفكر بحذاءه العسكر يبرون الجارس ممكن يشوف بعض الإيجابيات لكن هذا ما يفكرهش خلاف عادي جدا المهم نحن في السلطة لكن ما يحسبوش ما معنى أنه يزداد الشرخ ما بين الحاكم والمحكوم ما معنى أنه يصبح من واطن الجزائري لا يهتم لا بالانتخابات لا يهتم ولا بأي مناسبة مهما كان عمره وهذا خطير جدا لمبالاته فاش تجسدك انت شرغش الروح الوطنية ما كانش لأنه الإنسان راهي راحت تلك أني نعبد وطن خلي نموتنا بالشر بالصحة تبقى الجزائر بخير ما بقاتش هذه النظريات هذه النظريات انت عافى عنها الزمن في مراحل معينة الآن الإنسان المكان الذي فيه كرامته وحقوقه هذاك هو وطن الإنسان الوطن في خدمة المواطن وليس العكس وليس المواطن عبارة عن عبيد في زريبة تسمى مجازا الوطن هلون من هذه الشعارات الوطنية والاستقلال نحن نجي نتكلم على شيء آخوانة الشهداء ومش عارف واش كأنه الشهداء كأنه الجزائر هي الدولة الوحيدة فوق الأرض اللي خارط ثورة واستقلت فيها رغم أنه هذا الأمر علي علامات استفاة كبيرة دولة احتلت 132 سنة لو كانت عندنا كرامة نخجل من أنه نقول هذا الكلام نخجل منه ثم على حركات المقاومة 132 سنة لو نجمعهم ما نلقو 15 سنة ما أمشك مقاومات البقية ولا 20 سنة مقاومات والبقية كل أكثر من قرن هو استسلام للمستعمر وقبل المستعمر كنا تحت سلطة العثمانية ثلاث قرون أخرى وجي الآن تتحدث لي عن الشهداء ويبدو يبالغوا في هذا الأمر الله المساعد إذن السلطة رهي تقوم بهذا فقط من أجل ماذا من أجل التسويق للخارج أنه درنا انتخابات وميهمهمش أنه الخارج على باله وبالي رهي ينزور ما يهمهمش المهم رئيس حكم خمس سنين تمت الخمس سنين أن العالم رأنا نحتاكمه للدستور يوش رح ندير بيها الانتخابات الأموال هذه اللي صرفتها رح تصرفها على الانتخابات دير له دير له مدد له زيد له خمس سنين مباشرطان والأموال هذه رح خصوها للفقراء اشيرو بها كباش نزوا ولا باش يعيدوا ويفرحوا ويفرحوا أهليهم لكن النظام لأنه عارف بأنه ما كانش منافسة لتع مشاريع ما عليش نصرف أموال في موعد انتخابي باش تتنافس المشاريع المشروع الأفضل ليبوطي عليه الشعب هو اللي يفرض نفسه هي تتطور البلاد أما البلاد بهذه الطريقة العسكري اللي قروا مصيرها العسكر الجزائري هو عصد أصبح عبارة عن كولون جديد هذو من الجينيرالات عبارة عن كولون آخر يحتلوا الجزائر والجزائريين منعوا الجزائريين حتى من تقرير مصيرهم الجزائري ما يقدرش يختار رئيس بلدية راه هو شعب أهنوه شعب عايش الذل بمعنى الكلمة هل لون من العنطريات الفانتازيا هذيك وكنوا كأنوا نحن الجزائريين أفضل خلق الله فوق العرض كذبين كذبين هكتشوف فيهم شياتين وخضعين وراضخين لو كان هذا الشعب عنده عنده هيبة ويفرض نفسه والله ما تجرع عليه واحد زي سعيد شيء ما يسويش فرنك فلاسك وما تجرع عليه غير وغير وغير ولكن يدلوا في ولادهم يطيش أهلهم في الحباس وهم يتفرجوا وسكتير ولا يقدروا شرفع الظلم على أنفسهم يعني هذا هذه الدولة كذا ويجيبونا في تلفزيونات ونحن شعب الشهداء مليون ونص وست ملايين ويجيب الكاه كذا كذا وقموا الدنيا يكون يجي واحد ينتقد الحكاية هذه يا سيدي باش ما تغلقوا علينا هذه الحكاية هذه تعالي شهداء ونشروا لأسماءه مثلا ديروا كتاب في مليون ونص ولا خمس مليون وستميل وثلاثين ليقولوا علي نتبون ولا ميت مليون رقم استشهدتوا واستشهدوا الجيران واستشهدوا حتى المخلوقات الأخرى في كوكم زوحل من أجل استقال الجزاء نحن الآن ما تجيش تحكيلي وتجتر لي الماضي ما عندي من دير به الماضي الشهداء اللي تقبلهم ربي كشهداء رهم فعليين تهى الأمر ستين سنة استقلال ما نخدمش برويطا ستين سنة استقلال ما نصدرش حاجة خلاف المحروقات اللي هي نعمة ربي والجدهامة على الأرض وشركات الأجنبئية اللي تطلعها وجيت أحكيلي على الجزائر والجزائر المهم إخواني الكرام حكاية هذه متاع الانتخابات تراهي كلها محسومة مسبقا والجو الشعب ساكت الجو الشعب الآن خايف بمعنى الكلمة الشعب الجزائري خايف من النظام عمره الشعب الجزائري لكان أيام زمان خايف لكن للأسف استطحنوه بمعنى الكلمة وطحنوه وحولوه إلى مطحنة تحت أرجل عسكر ما يسوى وشفرنك خلفوا الكولون ومارسوا أسوأ مما مارسه الاستعمار بالأمس والقادم مصدقوني ستكون ممارسات يندلها الجبيل تمسوا العرض وتبيعوا في أسواق النخاسة الأرض والأيام سجال بيننا واضوروا إلى إله جيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر